السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سأعيد باللقائكم في هذه الحلقة الجديدة حلقتنا لهذا اليوم مميزة وطريقة واستراتيجية خطيرة جدا من أجل جلب المبيعات لريد بابل وميرش بأمازون والجميل أكثر أن هذه الطريقة ليست فقط صالحة للبي او ديو إنما صالحة لمجالات كثيرة جدا لأن الاستراتيجية تنبني على بناء قاعدة جماهيرية وتلك القاعدة الجماهيرية قابلة للتوجيه نحن نتحكم فيها كما نشاء يمكننا إرسال الترافيك إلى مثلا سواء ريد بابل أو ميرش بأمازون يعني مجال بأو دي أو حتى في مجال مثلا الأدس إذا كان عندنا موقع ما معين يعني نقوم نحن بإنشائه في نتش مستهدف خاص بالكلاب مثلا على سبيل المثال أو أي نتش مهما كان فإننا سوف نرسل الترافيك إليه يعني هكذا نضمن يعني أنا سوف نستفيد من ذلك الترافيك في أكثر من مجال وفي أكثر من يعني اختصاص على أي حال نبدأ مباشرة في الشرح أول خطوة يجب تحديد النتش النتش أنا طبعا أعطيتكم مثال لكن أنتم يعني قوموا بالإبداع يعني لا يوجد فقط يعني مثلا لا يوجد فقط نتش الكلاب أنا هنا اشتغلت على نتش الكلاب طبعا أول شي تقومون به هو الذهاب إلى جوجل وتقومون بكتابة طوب تين وعبادة دوك أنتم قوموا بكتابة مثلا بيردز قوموا بكتاب كيت قوموا بكتابة أي شيء المهم ما يهمون هو أن نحصل على قائمة بأفضل عشرة أنواع من الكلاب في أمريكا يعني التي يربيها الأمريكيون طبعا أنا عندي هنا قائمة بأفضل عشرة أنواع من الكلاب عندي النوع الأول رابرادور روتريفر رابرادور روتريفر إذن هذا هو النوع الأول أنا هذا هو النتش الذي سوف أشتغل عليه طبعا إذا لاحظتم معي فإنني لم أشتغل على نتش الكلاب بشكل عام هذا يسمى يعني يمكنني العمل على نتش عام لكن أنا لا أنصح بذلك لأن النتائج تتأخر كلما تخصصتم في نتش معين كلما كانت النتائج أسرع فبالتالي أنا سوف أتخصص في هذا النوع من الكلاب رابرادور روتريفر إذن الخطوة الأولى قمنا بإتمامها بنجاح حددنا النتش وحددنا المجال الضيق الذي سوف نشتغل فيه الآن الخطوة الثانية نقوم بالدهاب إلى انستغرام ونقوم بإنشاء صفحة على الانستغرام نقوم بإنشاء صفحة على الانستغرام تحميل نفس هذا الاسم لابرادور روتريفر ولكن طبعا سوف نجد أنه تم تسجيله من قبل نتكلم هنا عن يعني النيك نيم إن صح التعبير أو اليوزر نيم يعني الذي يكون انستغرام دوت كوم سلاش كذا وكذا وكذا إذن ذلك الجزء الذي نحن نتكلم عنه ذلك تبدو الصفحة أكثر احترافية وتشجع يعني الآخر على يعني الانخراط فيها ومتبعتها فبالتالي لو كان هذا النيتش يعني ممتلئ أو أخذه شخص آخر ليس النيتش عفوا إنما اليوزر إن صحة يعني الكلمة يعني يعني الذي يكون ما بعد أمازون الذي يكون ما بعد انستغرام دوت كوم سلاش كذا وكذا ذلك الجزء هو ما يهمنا يعني إذا كان ممتلئ نقوم بإضافة له مثلا لابرادور رتريفر نقطة فانز أو فانز لابرادور رتريفر أو نقوم بكتابتها يعني ملتسقة لابرادور رتريفر أو نقوم بقلبها رتريفر رابرادور المهم أن يكون احترافين لا تضع أرقام لا تضع مثلا أشياء مثلا باللغة الفرنسية لا تضع يعني أشياء عشوائية بل يجب أن يكون اليوزر يجب أن يكون نظيف وأن يكون يعني احتلافي هذه أول شيء إذا قمنا بإنشاء لحدود الآن الصفحة واخترنا لها اليوزر بشكل احتلافي للحديثة الآن تبقى يعني الصورة البروفايل صورة البروفايل قموا بتصميمها عن طريق كغانفا قموا بوضع شيء مميز حاولوا أن تضيفوا لمستكم يعني لا بد أن تكون الصورة جذابة ومثيرة للانتباه إذن حدود الآن عندنا تقريبا صفحة انستغرام جاهزة طبعا مع الأسف سوف تكون صفحة صفحة جديدة باسم جديد ببروفايل او صورة بروفايل جديدة كل شيء جديد لكن سفر يعني فولوورز الآن الخطوة التي بعدها تقومون بالدهاب الى موقع تقومون بشراء هالي الخدمة يعني ثمنها واحد دولار او اقل يعني سفر فصيلا ثمانون دولار يعني تقريبا يعني تمانية دراهم بالمغربي يعطونكم الف متابعة الف فولوورز مستهدفين طبعا قموا بالتأكيد او قموا بالتأكد انكم اخترتهم هذه الخدمة يعني انستغرام فولوورز الريل يعني تأكدون انكم قمتم باختيارها ثم تطلبونها يعني واحد دولار ثم بعد ذلك الآن اصبحت عندكم صفحة انستغرام بنيتش مؤين ببروفايل كامل يعني من ناحية اليوزر ومن ناحية بكتشر دي البروفيل وايضا عندنا الف متابع اذا الامر جيد لحدود الآن لحدود الآن لم نقوم باي شيء نحن الآن يلا قلنا يعني بسم الله الخطوات التي بعدها كيف نستقطب جمهورا يعني موجها ويعني جمهور يعني مهتم بالنوع الذي نقدمه الذي هو طبعا هذا النوع من الكلاب بالضبط ليس كل الكلاب تعرفون ان انواع الكلاب تقاس بالمئات فبالتالي يعني نحن ما يهمونه هو نوع واحد يعني واحد من اصل مئة يعني واحد في المئة فقط ما يهمونه من وربي الكلاب فبالتالي نتكلم هنا عن اقلية ولكن اقلية نريده مستهدفة يعني لو جمعت فقط الفان شخص او الف شخص او حتى سبعمائة شخص او حتى لو اقل خمسمائة شخص مهتم بالضبط بهذه النوعية من الكلاب التي هي يعني لابرادور روتريفر فالامر جيد خمسمائة شخص مهتم فالامر جيد اذا الطريقة كالتالي نعتمد على استراتيجية الريلز تعرفون ما هي الريلز طبعا الريلز هي فيديوهات قصيرة اقصى حد يمكنه يعني اقصى فيديو يمكنه نشره هو تسعون تانية تكون يعني في خواريزمياتها تكون تصل الى الجمهور بشكل سريع فلهذا نستعمل الريلز ولا نستعمل الفيديوهات العادية فالريلز تصل الى الجمهور بوتيرة اسرع فبالتالي نحن سوف نقوم بانشاء فيديوهات سوف تقولون من اينا سوف نتيب بهذه الفيديوهات يمكنكم استعمال يعني التيك توك يوجد في التيك توك كمية هائلة من الفيديوهات يمكنكم اخذها تحميلها عن طريق هذه الادات يعني بدون يعني ولكن تأكدوا ان الفيديو خاصة تكون بدون علامة مئية خاصة بالتيك توك يعني يجب ان يكون فارغ لان خواريزميات انستغرام تراحظ وتدقق فاذا وجدت يعني ان في الفيديو يعني علامة خاصة بالتيك توك فلن تقوم برفعي بل على العكس سوف تجعله دائما في يعني في الاسفل فبالتالي تأكدوا ان الفيديو الذي سوف تقومون بتحميله سوف يكون خال من العالمة المئية الخاصة بالتيك توك ولفعل هذا سوف تركو لكم يعني رابط هذا هذا الموقع في اسفل الفيديو تقومون بالتخول اليه وتحميل الفيديوهات وتقومون بعمل لها ايدي تينك عن طريق كانفا يعني كل ما ابدعتم كان افضل يمكنكم اختيار لون خاص بصفحتكم يعني يسمى بالهوية البصرية يعني الصفحة الانستغرام الخاص بكم الذي قمتم بانشائه قموا باختيار له لون معين مثلا لا ادري الازرق او الاخضر او اي لون ثم ذلك اللون يصبح هو الهوية الخاصة بصفحتكم يعني في الفيديوهات دائما ضاعوا مثلا اشرطة بذلك اللون في صورة البروفايل ضاعوا مثلا دائرة بذلك اللون وهلو مجر اذا بعد تحميل الفيديو وعمل له ايدي تينك الايدي تينك سوف يكون بسيط جدا كما قلت لكم في الهوية البصرية ضاعوا مثلا اطار لذلك الفيديو باللون الذي يعني انتم اختلتموه لصفحتكم الانستغرام وبعد ذلك تقومون بوضع يعني نص يحمل اسم صفحتكم على الانستغرام واللوغو الخاص بالانستغرام يعني بشكل طفيف طبعا هذا بشكل طفيف جدا ثم تقومون بنشره لكن لا تقوموا بنشره من الحاسوب بل استعملوا الهاتف لان لا يمكن نشر الريلز من الحاسوب نعم من الحاسوب ان من الضروري استعمال الهاتف اذا كل يوم تقومون بنشر فيديو الى فيديوين ان دائما الريلز لا نتكلمون عن الفيديوهات العادية انما نتكلم بالضبط عن فئة الريلز هذه النوعية من الفيديوهات القصيرة تقومون في كل يوم تنشرون من بين فيديو الى فيديوين كل يوم خاصة طبعا تلك الفيديويات خاصة بهذه النوعية من الكلاب الان هذه الاستراتيجية الاولى استراتيجية التانية تقومون بالدهاب الى انستاغرام طبعا وانتم يعني دخلتم من نفس الحاسوب او عفوا من نفس الحساب تقومون بالبحث عن يعني نوعية ذلك الكلب او تلك ايان كان انا طبعا اعطيتكم المثال بهذا النوعية من الكلاب لكن انتم كما قلت لكم ابدعوا مثلا الصفحة اذا نقوم بالبحث عن الابرادور الان انا في انساقرام.com نقوم بالبحث عن الابرادور رتريلات مثلا هذه الصفحة الاولى كما تلاحظون هذا هو اليوزر الذي استعمل هذا الشخص لابرادورز يونيورس هذا هو اليوزر اذا كما تلاحظون معي الف وتسعمائة الف وستمائة او الف وتسعمائة وستون فولوورز الان الخطوة التي سوف تقومون بها سوف تقومون بالدخول الى بداية الفولوينج تقومون بعمل هكذا فولوينج تقومون بالدخول الى فولوينج وتقومون بعمل فولو لكل هؤلاء الاشخاص تقومون بعمل لهم فولو ثم بعد ذلك تذهبون الى فولوورز ثم نفس الشيء تقومون بعمل لهم فولو وطبعا الشخص عندما يعني مثلا هذا الشخص عندما نقوم بعمله فولو فهو سوف يدخل الى يعني صفحتنا لكي يرى من نحن الذين قمنا بعمله فولو سوف يجدون نحن صفحة مهتمة ايضا بهذه النوعية من الكذاب فبالتالي سوف يقوم بعمل لنا فولو باك يعني يعيد لنا الفولو اذا بهذه الوثيرة يعني كل يوم ندخل الى صفحة كل يوم نقوم بعمل فولو لاشخاص جدود وفي نفس الوقت نحن ننشر يعني الريلز في كل يوم ننشر صور ايضا يمكننا نشر صور كما تلاحظون مثل هذا الشخص فالصور الواحدة تحصل على 3934 يعني لايك يعني هناك تفاعل كبير 5000 هنا 10000 هنا 11000 اذا كما تلاحظون 14000 اذا هناك ناس مهتمين اذا نفس الشيء نقوم بعمل ندخل الى الصفحة او الى الصورة ثم نقوم بعمل فولو لهؤلاء الذين عملوا يعني لايك للصورة اذا هذه الخطوة مفاذها او يعني نستفيد منها اننا سوف نقوم بجمع يعني قاعدة جماهيرية كبيرة جدا مهتمة هذا هو اهم شيء يعني لو جمعت فقط 500 شخص مهتم فكان ذلك افضل لك ثم الآن يعني بعد مرور شهر او شهران ننتقل الى الخطوة التي بعدها نذهب الى ريد بابل ونقوم بانشاء ديزاين مثلا هذه الصورة هذه الصورة على بساطتها فقط بكانفا نقوم بحذف لها الخلفية نقوم بعمل لها ايدي تينك فقط من كانفا لكي نجعل الصورة يعني على شكل شبه مرسومة نقوم بقلبها ونقوم باستعمالها كل هذه الصور يمكننا ان نستعملها على الديزاينات الخاصة بنا بدون حقوق وبدون اي شيء يعني سوف نعدل عليها بنسبة 90% سوف نحولها من صورة فوتوغرافية الى صورة شبه مرسومة ثم نقوم بتبعها او وضعها على التي شيرت وبعد ذلك نستعمل يعني السوريز لكي نقوم بنشر يعني البوداكت الخاص بنا عندها يعني بعد شهر او شهران بعد ان نقوم بجمع قاعدة جماهيرية على حسب انتم واجتهادكم على حسب انتم ومهاراتكم في انتاج الفيديوهات وكذا المهم بعد جمع القاعدة الجماهيرية ننتقل الى ستوريز كما قلت ونقوم بوضع التي شيرت الذي قمنا بتصميمه وحتما نكونوا اكدين ان هؤلاء الجمهور طبعا هما من كلهم من الولايات الامريكية المتحدة وكل شيء سوف ننشره في صفحة على الانستغرام يجب ان يكون بالانجليزية لا تستعمل لا الفرنسية ولا العربية كل شيء بالانجليزية كل شيء حتى الاسم كما قلنا واليوزر فبالتالي هكذا نضمن يعني قاعدة جماهيرية مهتمة في كل يوم او في كل يعني في يعني في كل موسمة مثلا مرة في الاسبوع او مرتان في الاسبوع لذا فيه بروتاكت وذلك البروتاكت سوف يباع بكترى يعني هذا كونوا اكدين نهيك عن عند المناسبات يعني مثلا في الكريسمس تضعون لهم يعني تي شيرت خاص بالكريسمس وفي نفس الوقت يعني خاص بعشاق هذا النوع من الكلاب فكونوا اكدين ان المبيعات سوف تكون جيدة انا شخصيا املت على هذه الاستراتيجية لكن في مجال اخر واعطت نتائج جيدة جدا 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 يعني في اليوم الواحد استفيد من زوار طبعا في الافليت لكي اقول لكم بالضبط اينا في اي مجال في الافليت امازون يعني قمت باستعمال هذه الاستراتيجية واعطت نتائج رائعة جدا قد يعني في البداية تكون صعبة من ناحية جمع الترافيك يعني من ناحية جمع الاشخاص المهتمين لكن امر عادي جدا بمجرد ما ان تتيسر الامور حتى يعني تبدأ بجلب الترافيك لا تنسوا ان الريلز تصل بشكل رهيب جدا يعني في اليوم الواحد ريلز واحدة قد تحصد لكم يعني تقريبا الاف الى الفان الى 3000 فيو وطبعا بما ان الفيديوهات فوني يعني مضحكة محببة فذلك يعزز يعني من يعني من انتشارها يعني لان كلما الشخص يعني قام باعادة الريلز مرة واحدة وتانية وتالية كلما ذلك ساهم او كلما اعطى اشارة الى الارغوريتم الخاصة بالانستغرام الى رفع يعني ذلك الريلز وانا نقطة مهمة نسيت ان اقول لكم قوموا بالدخول الى هذا الموقع سوف اتركه لكم في صندوق الوصف تقومون من خلاله بعمل جينيريت للتاجز يعني تقومون باخذ يعني مجموعة من التاجز واستعمالها في يعني الريلز الخاصة بكم لكي تعززوا اكتر يعني من انتشار يعني الريلز الخاصة بكم الى هنا نكون قد شرحنا الاستراتيجية كاملة شكرا لكم على المشاهدة واذا كانت عندكم اسئلة اكتبوا لي في التعليقات سوف اكون سعيدا بالاجابة عليها الى اللقاء